بسم الأب والأبن والروح الكدس إلهن واحد أمين يا رب فيها الوقت بقدم لك زيته بكل يتي بقدم لك لساني أفكاري قلبي عقلي كل حواسق أنت يا اللي قالت أنه أشياءنا هي هيكل لروح الكدس بطلب منك يا رب بقى اللحظة هيكل تفعل روحك الكدس بداخل إله حتى كون عم خبر عن قصتك أنت فيه مثل ما أنت عندك قصة مع كل حدا بقى الكون خليني نكون عم أرجي سورة مجدك خليني نكون أمين للمحبة اللي حبيتني إياها بطلب منك يا عدرة أنت أمي يلي كان إليك النصيب الكبير بحياتي الروحية أنك طليك هيك ماسك إيدي وخاصة بهاللقاء لحتى تخبر عن ابنك يسوع أنت اللي عرفتيني عليه إليك الماجد يا رب إلى الأبا تامين وقتها سلم المسيحة وانشي وهو بدأي شكر جاد وزينا على هال هال مبادرة يلي يلي هيك الرب ضعيهم لحتى نكون نحنا كجميع متعرف على بعضنا أكتر يمكن في أشخاص تسأل ليش عم نعمل هالشهادة أو هالتمونياج أو هالتعبير عن إيماننا وطالما نحنا يمكن جماعة طريقنا ونعرف بعضنا ولكن من خلال هاللقاء وقبل اللقاء التحضير كل شخص مننا شهد للراب أكيد رجع هيك اكتشف حضور الله وعمل الله بحياته فهلكاه هو أول شي هيك لحتى أرجع أنا ونعم جدد حبي لعلا وإذا أنت يا رب تريد أنك تلمس قلب أو توصل كلمة كون أنت من خلال حبك مش من خلالي أنه من خلال عطيتك وكرمك وفايد حبك أنك تسمع هيك أشخاص يمكن كلمهن بحاجة لعلا وتقال لي جاد لحتى أعمل هالتمونياج بنص قوت قال لي إذا أنا جاهز قلت له أكيد مش جاهز ولكن إذا الراب بريد هيك نحن معلنا حق أنه نبخل عن أنه نخبر عن حبه وعن الشي اللي يشتغل فيه بحياتنا وإذا بدأ أعطي عنوان لهاللكاء يلي حضرت له كتير ولكن أنا أكيد أنه القصص اللي كتبته والنقط اللي حطيته والمحطات يمكن هو هلأ يكون عم يوصل الشي اللي بده يوصله فإذا بدأ حط عنوان أكيد جاد كمان هيك بإلهام منه يمكن بإلهام من الرب الأحرى هيك حتى افعلوا ما يعمركم به كأنجيل وأنت يا رب وكوتي نقول هيك عمودين أساسيين بحياتي هي حضور العذرة ومجد الرب يسوع اللي هو كل قوتي أكيد كل قوتنا نحن كمسيحية وكمتزيمين بس بلشت هيك حضير حسيت أدل يعني كيف حياة الإنسان المسيحي بتكون هيك مثل بوزل والرب بصير بكل مرحلة بكل لحظة بكل سنة بكل نار يمكن بصير يحط هيك هالقطعة ونحن بعوقات هيك منكون مش عم نفهم شو عم بصير عوقات منكون نحن هيك عايشين مع هالرب ولكن بوقت منكون مش حاسين بوجوده بس وقت نوقف هيك للحظة ونتأمل بشو عمل الرب نشوف كيف حال هالبوزل عم تتركب خاصة إذا نحن سمحين للرب إنه يشتغل بحياتنا وهيك يدبر أمورنا فالإشي اللي هيك لحققت عليها لح هيك تفرج قدي الرب هيك بيمشي مع كل إنسان يوم اليوم لحظة بلحظة ومحطة محطة تكتمل هالبوزل وآخر شي هيك تكتمل حياتنا ومشروع الله بحياتنا لحظة نوصل لعنده أنا مثل ما أنا اسمي أعلان بركي عايشين في دوباي مجوز إليان بتعرفوها كثير يتقول دي هي فيه يقول إنه هي كدوم السماء وراح أرجع قول بعدين ليه وحننا ماتياس وكيارا وإليان مانا حظي مع أنه كنت بحاجر على بس هي حالها شوية مريضة وهيك تلا يتحرطها فمنصلي لها بلشت خلقت بعيلة مسيحية أكيد بتآمن ولكن ممكن مش كتير هيك منتزمي بالإداس وبالإداس الأسبوعية بس عندي كان أهل وبعضهم أهل ولا أطيب من هيك ذكرت أنا عن بكتب إنه هيك سانتراس بتقول عنهم إنه بتلبقنهم السماء أكثر ما بتلبقنهم الأرض لأنه عندهم هيك قلب أكتر من ظاهر وأكتر من طيب ولو ما كانوا يمكن أشخاص بقدسوا بالتزام ولكن هيك كان عندهم هالمشورات الإنجيلية والمسيحية بقيت أنا بهذه الفترة العامرة 18 سنة عايش هيك بحس إنه كنت عايش على هيكش لا ما يسوع ولا ضده ما كان عندي هل بتبقول هالشيطانيات الكتير زيادة يعني لزوم ولكن ما كنت هيك كنت عايش شوية عجلة بالطريق بلا كتير خليقون بلا طعامي يعني ومت كل هيك الأشخاص يمكن اللي بقولوا أنا مسيحي وأيدامين ما بأزي حدا يمكن بغزنوا شو بديروا عام بالإداس بس هيك لأنه هيك تعود ما يمكن ولكن هيك أوقات الرب بيشتغل بطرق أوقات غريبة غير نحن الطرق اللي منفكر فيها لحتى يمكن جزبنا لأله والإنسان بينطر الفرصة لحتى بينطر الرب يمكن يعطي الإنسان الفرصة لحتى يتعرف عليه بأمور أوقات غير أمور الدنيا فحوالي سنة الـ 98-99 بلشنا نمرأ بحالة مادية كتير صعبة وكننا قبل كتير مرتاحين ومش نقصنا شي وهيكي بهذا الوقت ذكرتي هيك مثل أشخاص بتشد من هون أشخاص من هون في أشخاص بيقولون لأهل تحت يروحون عند حدا يصلينون ويخبرون أخبار بيطلعنوا والأشخاص هنه أشخاص يمكن بركب الصرين أو شي بس تعرفوا أنه أوقات هنه بيجو كون هيك بتياب حملين ولكن هنه عندهن أوقات رغبات غير تانية في مادية أو شي بذات الوقت كمان في حدا من أصحاب أهلنا كان نعم بيجربك يساعدنا بطريقة روحية بحط العذرة ببيتنا وجو صلوا عندنا المسبحة فكان فيه هيك هالصراعين وأكيد أهل هيك يرتاح قلبهم للموضوع الصلاة بشترنا شوي هيك زيادة نروح على الديس أكيد ما كنا نقفي ولا منسبة المنسبة المسيحية كلها أكيد ما نقفي وضحنا أسباب الديس بس أنه هيك ما كان فيها العلاقة الحقيقية مع ياسوق لأنه نحن معاولين بلبنان شوي على الحياة المسيحية إنه هيك شوي الفولكلورية من وراها المشاكل المادية اللي صارت تزيد وتزيد ولكن في يقول إنه ولا مرة ولا مرة ولا مرة فهم جد أهلنا هيك حسسونا أو هني قطعوا هيك بكعابة أو بيأس أو شي كانوا دايما عايشين سلام 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 لوقت ما وعدها هيك كان أول لقاء يمكن لقلنا مهم ببيتنا لأول ما أجيت سان تراز على لبنان بالألفين واتنين ومتل ما سان تراز عملت اللي عملته بلبنان والأمست كتير قلوب وفيتت ع كتير بيوت وعيال وعن جد بعدنا لها لأمكان بباركن ولأمكان ما بعرف ليه لأنه في كتير قدسين أجوا على لبنان كانوا ما عملوا على إفاكت ولكن سان تراز وقتا كانت بعد طيبي قالت إنه هي لح تنشر ورود من السماء ورود حب وهذا الشي اللي صار يمكن هيك جذبتنا ودخلت عقل ببيتنا بهذا الوقت بلشنا نصلي أكتر نروح للأديس اللي أنا بعتبره بأساس حياتنا المسيحية والأديس صرنا نروح للأديس وهوني كسر عنا هيك شوية التزام بس هيك كمان ما كان أنا شخصيا عندي علاء بعض مع يسوع نروح للأديس وأبانه وسلام وهيكي أنا أصحصت بالبيت ومش أكتر من هيكي كان عندي صديق اسمه شربل هو كان شخص عنده مستار معه مشكلة صحية هو صغير وما بيسمعه وما بيشع منيح يعني هيكي حالته أكيد عقده بيجي في نهار بيقلي بتروح منها عملي بوريه أنه طالعلي عندي تيكت اتنين تيكت سألي ولا حدا يساعدني وأنا كنت مؤرّب كثير منه وأكيد اختار نروح معه ما أنا أكيد ما كنت أعرف كثير عملي بوريه أصلا بالألفين وثلاثة يعني كانت الوصة ما كان في إنترنت وممناعة كثير ويصلنا هو المساجير طبع العدرة ولأنه يعني نحنا عدين هيكي بموضع نسمع شوية عن هيكي ميديوريه والعدرة ويقولوا اي بروح تحمست بالا ما أعرف ليه أنه صافر عوانا عامل تلاتة عشرين وما كنت يعني بعد كثير سفرت بروح وبتحمست ويقولوا يالله ووصلوا جوية ضباين غرادنا ورحنا كنا رحين مع غروب متيت مينكين بس مش تلوينيار رحنا عساس عملي كوريا رحين عن طريق عن طريق بلقراد وصلنا على بلقراد كان المشروع أنه نروح من بلقراد على بوسنا بالبوس بس نحنا شو ما أنا ما أنا غياز على على بوسنا والهرسك وصلنا على بلقراد قلنا ما بيكن تضعروا من المطار وتروح على بلقراد على البوسنا حاصلوا قعدنا عشر ساعات بالمطار ورجعنا على لبنان فهيذا هيك اللي رايح من بلقراد بيعرف أنه العذرة تدهي الأشخاص يروحهم من بلقراد بالوقت اللي هي بتريده رجعنا على لبنان قلت خلص رحت السفرة بس هيك كان عندي حسرة وبزيت الوقت حيثت أنا هرجع نروح مرة تانية وكان عندي هكسر شوق انه رح شوفها بسير ليش يعني ليه هيك انتزعت السفرة وليش ما زبطي بعد شهر رجع بيقلي يلا رجعت زبطت السفرة هتا نروح كمان رحنا بس همرا رحنا ديراكت ووقعت السفرة وصلنا على مدى كورية قلت لكم أنا كنت بهذا الوقت يعني بعرف قدس مكسوم مش أكتر منيك وما هندي علاقة زيادة عن زم مع العذرة أو يسوة بيما ديكورية كانت عايش رحنا مع جروب وكان الجروب هيك كان فيه عندنا من بيناتنا أشخاص كتير بيصلوا وفي ناس رحين يختبوا لدعوتهم ورجعوا فاتوا عالدير من بعد مرجعنا وهايكس وكان الوقت كتير هيك قوي وكان ما نبرو جاي كرام اللي بيعرف وبيعرف شو أم بحكي إنو كان فيه هيك قوة روح حدوس وحضور وهايك أنا هونيك شوية هيك كنت يعني شوية متل السيح والضايع يعني ما نبعرف شو بدي أعمل كي بدي صلي بس انو هيك رايح بي كلا بقوله ببراقة وبيقلب طيب فهونيك كنت عايش هيك سلام وبلشت شوية شوية أتعلم شو بدي أعمل شو بدي صلي ما كنت كتير أوبر يعني أم صلي بس انو هيك طلعنا على كريزيفاق بتحمسنا من فوق ليلي بكمينا بكريزيفاق حدا بعدين رجع بي خدمي عند سور كلاير ماري وكمان بيعرفة سور كلاير ماري بيعرف قديش هيك عنده قوة نبوغة فاغولو بفوت لعنده هيك أنا وحدة تاني تطلع في هيك تليش اسمك من العلامة اللي تقول لي تواتوا يعني نفوكاسيون أوكي نفوكاسيون مبارش يعني نفوكاسيون بس انو سالتوا هيك انو وكاسودة عوية ما نشوف شو هيك كيف ليش بتكتشطها بعدين لبنان أوكي كافينا الصفرة ما كان في شيء اكستر اوردينار هيك ولحد ما طلعنا بالتيارة نرجع على لبنان بهيدا الوقت أنا و بالتيارة بلشت تنزل هيك تنزل دموعي بكي حسيت انو كنت عايش بها السبعة ايام مع العذرة شخصيا كنت كأنو حاضرة وهيك يعني فبقولوا في صرتها هوم ما رح ارجع اشوفها او انو شخص يعني انبطلت عم شوفها شخصيا فهيك حسيت انو في شيء كتير كتير قوي ويلي هيك عندن هالعلاقة القوي القريب هيك من يسوع بيعرف اه وقت انو عنجات صعبة انك تقدر توصل هلا عن غير قوله صعبة انك توصل هيك شعور شعور هيك قوي لانو شعور ما بينوصف خاصة هيك شعور الروحي طلعنا بالتيارة ورجعت وانا كنت كتير مأثر وما بدي فل وهيك يعني شعور عوي كتير بس وصلت على لبنان حسيت حالي جيت من كرة ارضية على مطرح تاني هيك فوضة وعجقة ووايدة وانا جاي هيك مثل المسطر يعني بلاشت حس انو هيك في شيء كتير تغير بداخلي رغباتي تغيريت من هيك من اول كام يوم رغباتي تغيريت عندي صار هيك حبلة للقداس اللي بدي اقول انو هالتغير حسيت انو مثل كانو بعدين صرت افهم اللي انا اول شي اكيد ما كنت افهمتي بس حسيت انو مثل كانو رجعت نالت سر التثبيت اللي من خلاله هيك مناخد كل مواهب الروح القدوس انو صرت افهم فت هيك انو بعالم الله وهيك يعني صرت هيك كاني افهم الله شو بده بذات الوقت خليني اقول انو كانو رحت على مدرسة سبع ايام انتقلت فيها مثلا من الانزيام الانزيام انو كانو بسبع ايام هيك فهمت كتير قصص اكيد مش بقوتي ولا بقبل شي لانا ما عملت شي انما هيك العذرة هي اللي ارادت هيدا الشي اللي ارادت انو تخليني حب الله اشعر بمحبة الله افهم الله كيف هيك كيف بحبنا وكيف بريدنا وزرعت لي هيدا الرغبة اني كون هيك عم عيش حياة روحية قريبة منو وصرت هيك نبش ما في ادسات تانين تلاتة اربعة تعرفوا منيك تانين سجد سجد تلاتة تلاتة زروع اربعة مار شربي الخميس بكل افي شي وصرت حس انو في شي وروايتي عم يتغير رغباتي الاجتماعية الجسدية حتى وهيك شوية سيمار يعني كنت خلتني اني 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 عنجاد تحس انو في شي تغير مسلا كنت متحيالة شاب بسب يعني هيك بسب على الرايح الجاية الكلمة هيك عدم بطل تطلع مني المثبت بعدني الهلا هيك يعني ما بتطلع مني مدون افور اكيد هيك ما بسب يعني صرت هيك حب اني صلي حتى بوقتي معين كنا رحين بعد شهر اللي ولي مع اصحابي طلعين اتصيد ما كنت قدر اتصيد هيك يعني صرت عندي هيد الكل شغل هيك فكر فيها حس انو الله حاضر وعم بي هيك انو هيك عم بعلمني الامور كيف تمشي بالحياة وحتى هيك كمان في اوقات كتير 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 كنت قاعة بالليل هيك شمري حتورك بالقودة على كنت جاي في كتير سفينيرات بس اكيد مش هيك الفكرة هيدا الشي اللي خلييني هيك حس انو العذرة بعضها مسكي ايدي وعم جد انو كانت حاضرة وبعضها حاضرة وهيك كفيت كفيت خلص هيك بطلت يعني بطلت هيك اني قام لمشاريع العادية هيك مثل حيالله وقت حبل الفين وثلاثة ابن مدي بوريير بطلت هيك القدس كتير بتقرب من اصحاب بيصلوا هيك لحد بديقول بس شغلي انو بهيدا الوقت هيك بلاشت بلاشت ترتسم اذا بتكون هيك هوية الروحية يلي هي كانت مبنية على مدي بوريير هاللكاء هيك هاللكاء الشخصي مع يسوع وهيدا هو الفرق يعني وضيما العذرة هيك بتكون ديما بالباكراون مثل اصادت اني حطها على هيك خلفي اللي هي ديما حاضرة هيك معي ويسوع قدامي والعذرة هيك ديما هي مثل هي ام بتدير بالا علينا وكتريد بالهدف الاول انو نتعرف على هيسوع اه كفيت هيك لا خذي نقول مسلنا لالفين وسفتة انا هيك جرت امشي التونولوجي كمال حتى هيك تكون القصص انا سيستيماتيك شوية كمان 3 فبريه دوميل سيس كنا بهاد الوقت خليني اقول انو هاي كلنا عم نصلس هرجعوا البيت فيه وصلاة افتري كين وهيك ثلاث فبريه دوميل سيس من النام بالليل صبح لوكاتور سبريه عالخمسة الا ربع نوع على صوت امي كان بهاد الوقت البابا سرماو سرماو اري كاردياك وبتوفا هايك بكل بكل سلام بكل بكل سلام خليني اقول هايك هو اللي كان عن جاد شخص مع كل اللي هيك اخر خمسة سنين كانوا عن جاد صعبين عليه ولكن هيك كان عنده كل الاميل كان عايش سلام هيك مثل ماريوسي شخص اللي بيعرفه اكيد بيعرف يكتبه بقلبه كان اول امتحان اللي علي اول امتحان انجد امتحان ايمان وهيك هزنا كلنا وهزنا كلنا اكيد لانه كنا نحنا عايلي كتير قريبين من بعضنا وبعضنا وبعضنا وهيك منحب بعض وخاصة وقتا عشنا ايم صعبة انتقربنا بالبعض اكتر ولكن هالامتحان فرجيني الرجا شو يعني الرجا المسيحي ما كل هيك طيب قولو هيك هول المسيبة بوقت بوقت الدفن وكل هالفترة كان عندي رجا وهيك سلام وحتى كنت عم بتبصم مبكيت ما بعرف لي بعرف لي اكيد اما هيك الراب فرجيني الرجا وبرجع بقول انه بقعت دائما الشخص يعني بكون على علاقة قريبة من الرب الرب هو بي يعني هو بيزبط الامور بلا ما نحنا نعمل الافترة فعا بكون هيك عملنا هالبرغراميسيوم نبلش هيك نقدر نعيش كل حالة بحالتها بحسب الوقت ما قطع كتير هيك شهرين كنا بهالوقت عم بروح بقدس بسادة نجاد وتعرف المونيكة الديس التنين اللي هو اساسي اساسي لكتير اشخاص يعني عيشوا ايمان مع العدرة وماميديكوريه بهدا الوقت متأسست جماعات افا ماريا و هالجماعة هيك بعد شهرين ثلاثة من المطفبية كانت سيبور مش لانه طفبية سيبور لانه كمان رجعت ملت لحياتي اه واللي فيه قوله انه الجماعة وبعدين الالة دايما بقولها وبرددها انه الجماعة هي مثل بتكأنه معموديتين بترجع بتفوتك بتعيشك هيك الموعيد الموعيد العماد تبعنا وبتخلينا نكون هيك اشخاص فينا فينا حيات لانه الانسان مسيحي مش ممكن يعيش لوحده وحتى الجماعات الاولى المسيحية ما كانت تعيش لوحده حتى الحبيس ما بعيش هيك ما بعيش لوحده بيشوف الجماعة خذين النهار وبشكر الله انه تعرفت على جماعة بالوقت اللي الرب بريده وبلشنا هيك نعمل هالرياضات الروحية واللي بيعرف كتار منكم هون تمان عندنا من الاساس من هالجماعة لاجي تحارب تموز ومن بعدها هيك بلشنا بصير تشوف شو بدي اعمل بالشغل بالالفين وستة جاني اوفرت اروح على السعودية ما كانت حيبيبه شونه ما كل شاب بعدهم بلش بحياته بدي يشوف كي بده يزبط حياته المهني وهيك جاني اوفر ع السعودية انا ونزلت حتى هي كانت فترة اكتوبر نوفمبر 2006 انا ونزلت على روشة اعمل الباسبور تابعول الفيزا تروح السعودية بيجين التلفون على انترفيو وهيك بتغير المشروع بيبقى بلبنان بياخد هيدا الجوب تقطع 2007 منوصل على 2008 بال2008 هيك قبل الصيفية بشوي بيجي ساحب الشغل بيقليها للأ 원래 و لذمينة معي بالمكتب بقلنا انتقطوا lab كانتوا من السنة وهيك هاشا.. شو رايكم انتهم بكم هي صفراء تروحوا تغير الجهة corre هيك تروحوا على تركيا مثلاً شو T punyaP او مد differently ا 중에 هيت طوروaran ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر قنقر نانسي قنقر 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 اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 اشت وهيدا بدو إفور ما بدو يعني ما مش أهل من هيك وهيدا اللي عم جارب اني آملو كل يوم انه هيك يكون مخصص وقت يا أما أقرب الإنجيل أو أو كون عم صلي مسبحة لحالي أو ما كون وكون يعني عم خصص هادا الوقت وقت بقراءة كتب مؤدسة الديسينيا اللي هيك بيرجعوا بيخلقوا هيدا الانتيميتي بس على الأكيد اللي فيه يقولوا انه فيه يكونوا شخصين أو قليل يقول بحياة الزوجية والكوبل فيهون شخصين يكونوا عم بيصلوا لواحدهم واللي حكينا فيها عرب مرة وإذا كل واحد عم بيصلوا لواحده ما بيقدر الكوبل يكون عم بيستمر بطريقة مميحة بيستمر وكل شيء بس إنه ما بيقدر يكون عم بيستمر بطريقة هيكة صنبة قوية وإذا الشي اللي عم مجرب نعم له ما بدي يعني يقول انه عم نعمل أحسن شيء ولكن أكيد نعم نحاول انه نصلي أكتر ولكن لازم نصلي أكتر ولكن لازم نصلي أكتر وغم نرجع نوعد بعض نطنياتنا لأنه اتنين بيكونوا مؤثرين ما بيكونوا نحضرين ولا ناطر التاني لازم اتنين ناخد المبادرة ونكون عم نعيش مع بعضنا كمان حياة روحية مثل ما قلت إنه الجماعة لا الإنسان المسيحي في يعيش لوحده بده يعيش مع جماعة والكوكل كمان ما في مكونوا اتناتهم عم بيصلوا لوحدهم بدهن يصلوا مع بعضهم تحت الرب يبقى حاضر معهم اتناتهم ويبعد كل تجربك لشو ما كان أبع فيك على قلبي إنه أنه أنت يمكن مسؤوليتك أكبر لأنه أنت ردتك من باب الدار فأنت جاي معك أكتر مضبوط إلي مرحبا 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 أنا بس يعني اليوم بدي بعرف قديش أنت حدا متواضع بس اليوم بدي أشهد قول إنه عن جد كل مرة بيطلع فيك وكل مرة بشوف كيف انت عيش وكيف بتعكس وجه الله بعرف إنه الله حاضر في كل مرة كنت عم هيك متل ما أنت كنت عم تقول في مرة كتير كنت عم تكون إلي علامة كتير كبيرة إنه الله حاضر كان إنت ولا أنت كان اليوم فأنا بدي أشكر الله عليك بدي أشكر الله على العائلة الحلوة بدي أشكر الله إنه حطك بحياتي لأنه أنا بعتبر إنه إذا السامة راضي عليك تبعط لك أنا حبيب قلبي ومبشكر الله عليك تبعك كبير تبعك كبير تبعك كبير أليا تبعك كبير كبير تبعك كبير تبعك كبير تبعك كبير تبعك كبير تبعك كبير ومشاهدين أتفضل مجانب أحد المام كبير لا أحدونا نسلي أنت كليستوفة كان مجرسا وكان مجرسا ومجرسا ثلاثا كنت أعلقا محبث بهذا كنت أشعر. كان في طرفنا وليس في النوم في المنزل. كان يقولون أن هذه المشاكل كيف يدعون، كيف يدعون ما يدعون الكثير، ومع ذلك، ومع ذلك، ومع ذلك، ومع ذلك، بعد ذلك، قد أن أدعون في النوم في المنزل، وقد قلت ببعض أن نحن نصلي، لكن عندما يحدث في المنزل وفعالة أدعون، تطلب أن نحملهم بسالاتنا. وقتا رحنا كالسبتان مغيية كنا علامة الزكاة كنا قاعدين تفوق بعضنا وكانت في خوري. وانا ما اجاني دور تا. يعني طايصة اللي كان كتير حلو السالة كمين. وطالث مار لكنتو ديجا عندكم دزنفان كمين سبتبو لابريه. اللي بدي قوله أنو جي انبي دو بريه بريه كنا نريد على البقية. قيلة left. تربطة ت suppناية يا ر figيصن مع في Repeat. لربق تديو في قبل ميزة وشي بمينطرق تحبكIND يغرر الله تعيي برعب طيال ميزة فالأمر للreno في الفيديو جنني خطى بوستخدام Peterson دور تett Works اعيش فيه في الدواءي سأتНеطرأ لك سأتعلم يا مخارث سأتعلم يا مماما مري هذه الفترة شهر يزدني إمعكم فيما تشاهدها وأنه السماء المنشكلة سأتعلم سأتكى مرحبك سماعي مرحبك سأتعلمنا هناك الحالية بإذن هذه الفيديو تحضير مجرد تحياً شهر جداً تحياً مرحبك في هذه الفيديو وكساعة بيت أنو سي لنسبك وأنو بطلب من ياسوع بهالي ببارك أن هو يبارك ويبارك خياتنا وعيالنا ويملي جرارنا وننبيد لأنو خليس نبيد بحياتنا وبطلب أنت كمين ثلاتك أنت وإليان كمين لألنا كلنا ومسؤولية وبطلب معرفة مارسال كيسو بخف لأنو من يومين كن عيدو كن عيدو صح من عيدة بكيت عمزور واناو مرسي على اليوم تبخي بسيعة صلاتي كلها الجمعة كمين أمن أم جادة بس تشوف كده أنت يعني كمين الشخص اللي بيكون هيك عن جادة عايش بعليقة دائمة مع الرب يعني أنا لو بدي تسأل لو بدك تسألي مثلا شو بدك حطرلك ترتيلة أو حطرلك شي مقاطعة من الانجيل يمكن انت نقات أكثر يعني نقات أحسن ما أنا كنت بني نقات قد ما هيك هالفيديو عن جاد هكده فيه لأنو نقات شي هيك بي المسألبة كما قلت بالأول مريم شو بتطلب منها ويسوع هو اللي هو هيك سند أول أساس حياتنا نشكر الله نشكر الله عليك نحنا ريسيبسيونيست الفوداكشن بيعملوها غير محال يبعتون لفوق يعني قصدي الجويلو عزيز هاي لون أول شي هيك نقول لك نحبك كتير وهيك كتير كبر قلبي هيك أنا عم بسمع التسلمني تابعك وهيك عم بيلي أقول أول مرة كيف تعرفت عالم كنت روح على ساية النجاة كنت دايماً أقعد فوق ودايما كنت شوفك دايماً أخذ كل تاني أخذ محلات وناطر هيك عالم وتجيب عالم كل تاني أقول مين هيدا الشخص اللي دايماً عم يعظم عالم على الكنيسة ويجيب عالم ع فترة كتيرة وبيضل مين أنت قدي هيك عندك محبتك للرب عابلك كل العالم يدقوها وتعرفون على يسوع وكامل هيك مثل مع طوما زالي قبل حكيت المدام عن جد هيك أنت وإليان كان كتير حلو كالشومانمون تابعكم وكتير هيك بشتع هالعيلة الحلوة هالعيلة الأداسة وعلى الميسون عندكم إياها هيك تكونهم ضويين صورتهم وهيك اليونيتي تابعكم لغيرية لأنه هيك كلنا هيك كم عائل قبل نحتاج وهيكي تنسبايرنا وهيكي كمان الانكاونتر اللي صار معك كان هيك لقيلة بس كمان كتير هيك حمسنا لقيلة أكتر يعني نقلته لقيلة نحنا هيك كمان نرجع نعتش لهك انكاونتر ومنحبك كتير لون نحنا كمان نحبكم تعرفوا قدي وبس دول شغلي صغيرة هيك برجع بشدد علي أنه عن جد نحنا الله نعم علينا بها الجماعة بها الجماعة اللي لو لها عن جد سينا فينا ننشف بسهولي وقالت أنا هيك كيف نشفنا وبنقدر هيك قديم نقدر نأثر ببعض وهان يعني أنا كل اللي قطعوا التيمونياجات بتذكر كل شخص على قليل شغلة أساسية هيك الحفرت هيك بقلب تعلمت فيها وكبرت هيك بالإيمان فيها وشوف قديم فينا نحنا ننقل لبعض لأنا بس أخذ الأكسامل صغير عم بعطي أنه مرة كنا من قدس بسهيلة وكان الجوال فوق بعض الأديس كانوا يسمونا أصلاً أوقات هيك عدما عن جد منعيش فايت حب وحب عن جد هيك بريء وطاهر كانوا يسمونا جروب العبوزة عدما هيك لأنا حبيت بعض لأنه هيك هيدا شي جويتنا مجيبت هيك عم تسلم عجوال وعبطة قالت هيك حسيت أنك نقلت لي هيك نقلت لي الروح الأدوس هيك كله بكل بكل هيك تواضع وكل شي بس أنا شو بقديش أننا نحنا فتحين قلبنا كيف نطلق الراب نطلق الروح الأدوس ونقدر نرجع مية بالمية بدي أعلق عن الموضوع لأنه أنت عم تحكي والتستمني كتير ذكرتها الماما وتجيب كتيرت سهيلة سانتراز كتير ذكرت وما بنسى عن جد يعني موانيت بالحياة ما بنسيون كان هيدا وتجيتها مرتك وحسيت بشي كتير قوي حسيت بمحبة كتير حلوة بس حسيت شي هيك سباشل من المترجمات وقالت لك إياها وهكذا كان مدر روزاريا مية بالمية تمام عن موضوع العبوطة نحنا رجعت جتنا مادر روزاريا المشهورة بالعبوطة واللي عاملين عنا كتاب في حدا عامل عنا كتاب هي معروفة وتغمر الشخص يعني على زغوط فايد من الروح بمتلع من قلبه في حدا بمديقونية عامل كتاب عن مادر روزاريا اسمه The Hug وليزم نجيبه وليزم نقرأه ونعرف شو صار لأنه أنا سامع كزا تيموانياج لناس بيكم هيدا العبطة حتى في ناس بلبنان تعرفوا عليا وقالون لأنه ما بننسى هيدا العبطة وقت العبطة هيدا هيدا جروب العبوطة لازم يكمل ألا ما توقفوه ستيفاني بمتلع أنا أختي العلا وكل اللي حكاية أنا شكت عليه عشنا معه أحلى أيام اللي كانت المرحلة اللي هو عم بحذر حاله للبي وأكيد الرب رسم له طريق ثانية اللي هي يمكن أحلى اللي أنا بشوف أنه ألا أحلى باي بالعالم عنده أحلى عائلة يسوع عطاه أحلى نعمة وعطينا أحلى نعمة يكون عنده هيك خير صاري على صوت عن درجة أنا بعيدة عن ألا الدينة خرقتنها لنكون كل واحدة بلد بس الرب جمعنا هسلي وخليني حق أميتها إذا عشوك وبعد سنتين ونص أنا بشكر الرب عليك لأنه عنده هيك خير وعنده هيك بيت وبصليلك كل يوم لأنك تستيعل كل خير بعضنا بعرف لحقلكم أنه أنت تشكروا على إنه هو بحياتكم بس ألاها نعمة بحياتنا كلنا بحبك كتير ألا وإن شاء الله تضلك تفيد نعم على العالم اللي حواليك يا ربي وبحبك كتير مرسي جاد على التسامة اللي سمحت لألاي عملها لأنه عن جد هي الشيش هدف حيات كتير حلوة عاش ألا وليزم العالم يتعرفون آمين 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 بس بدي أقول شغلة صغيرة لأنه أكيد هيك أنت بتعرفي قديش غالي 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 كتير قريبة لقلبي ولقلبنا وقديش بتحطي ببيتنا مثل شباب وبندفع هي أستاذ أخر واحدة ومكانتها بقلبنا كتير كبيرة لحطلب منكم كجماعة كمان لأنه رحنا هيك جماعة واحدة ونحمل بعضنا بالصلاة ونحمل أستاذ وإلي أكيد بالصلاة هنا بأميركا عايشين وأكيد كمان عم بيرغبوا ابنوا يكون عندهم أولاد سنوان خمسة نوان جوازين فهيك بحب إنو تحملوه بالصلاة وبعرف إنو قوية الصلاة هي بتحقق مشيئة الله مشيئة الله هي هو رسمها بس نحنا بصلاتنا بنخليها حقا فليتكون مشيئتك وهيك بس خلصو زبت حبو بعدين كل واحد يصلي بقلبه أبانا وسلام والرب هو بكفة آمين فينا نصلي هلأ لا استاذ قولي يلا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكمتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض صعاتنا خصانا كثاسا يومنا واخصر جناز لنبنا وخطاياها كما نحن نخصر لمن خطئ إلينا ولا تتخذنا ستجاجها من نساء أمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئ نعمة الرب معك مبارك أن تكلمتك ومبارك أن تكلمتك ومبارك أن تكلمتك ومبارك أن تكلمتك سيدنا يسوع المسيح يا أدي سامارية يا أدي سامارية يا وردنا بالله يا أمين 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نحنقر 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 نحنقر